زيكا يا جماعة اهلا بكم في حالة النهاردة. النهاردة هدردش معاكو كده. ما فيش بقى فيديو اديتينج والكلام ده. في موضوع انا حاس ان اه ممكن يفيد بعض الناس. انا تميت سبعة وتراتين سنة بارح. عايز ادردش معاكو في حتة ان هل في حاجة انا اتعلمتها? في حياتي ممكن اشعرها مع ناس اصغر مني بيحس ان اه ممكن تستفاد او حتى ناس اكبر مني يعني. فئة وهو ده الفيديو. ملخص الفيديو. فلو انت مش مهتم فيديو هيبقى شكله زهق. ممكن تقفله. ولو انت مهتم كمله. طيب تعلمت ايه دورة في السبعة وتراتين سنة اللي فاتت? طبعا لو انتم تابعين الفترة اللي فاتت. آم واضح ان انا في حتة في ان حياتي محتار فيها شوية يعني في شوية التشتت كده. والتشتت دايما غلط. غلط جدا. التشتت ده اللي وانا مش هعارف اروح عايش فين? آآ الناس بتكتب لي في التعليقات انت شكلك والطاقة بتاعتك اسعد بكتير في مصر وشكلك مبسوط جدا. ما تعيش في وسط ناسك. برضو في ناس بتقول لي لأ انت شكلك شكلك عايز ترجع. انت شكلك خلاص الكافيت. الكافيت? الكافيت. آآ من مصر وشكلك عايز ترجع تاني. يا في الحقيقة مش عارف. الموضوع بصراحة صعب. ودايما انا لما بيجي بكلم ناس بقولهم اهم حاجة ان انت تكون عارف انت عايز ايه. صح? مم حتة الاحلام وكل ده اهم حاجة انت عارف انت عايز ايه. عشان تعرف تتحرك نحوها. وانا المشكلة ان انا مش عارف انا عايز اعيش فين. لانا دايما بشتكي. آآ في المكان اللي انا عايش فيه. لما انا كنت في مصر كان حلم حياتي ان انا اهرب. اهرب وما رجعش تاني. بعدين رحت كندا. كنت برضو لقيت نفسي بعد عشر سنين بشتكي. عايز امشي من كندا. بعدين رحت دبي. لما رحت دبي. لأ. حاسيت ان البلد مش ليا يعني. حاسيت ان العملية هناك مول كبير. آآ طبعا تقدمات اللي هم عاملينها. والامان وكل ده شيء فضيع. ولكن حاسة ان هي منفصلة شوية عن الطبيعة. وانا تعودت على الطبيعة. تعودت على عيني نفسها شايف حاجة معينة. طبعا جينا مصر تاني. آآ حب الناس مفيش زيه هنا. بص مش هكدب عليك. انا حاس ان انا سلطان. من حب الناس. ومن كرم الناس. والكرم والحب والطيبة دي مش هتلاقي في اي مكان تاني. ما ما تتعبش نفسك. مش هتلاقي في اي مكان تاني. هل ده بقى عشان انا انفلوينسر او مش انفلوينسر ما عرفش. ومش فارق معايا. لان انا بتكلمك من وجهة نظري. بس دي ما لهاش اي علاقة بالدرس اللي انا تعلمته. لان الموضوع مش لياه ممكن يتطبع على كل الناس. وانا هنا برضو لاحصت انا برضو في بشتيكي. الدنيا زحمة جدا. آآ فيه تلوث عالي قوي. آآ فيه عشوائية عالية جدا. آآ والدرس اهم حاجة اللي انا تعلمته. ان انا طريق التفكيري بقت غلط. الاسلاك مبرمجة بطريقة مش صح. ان انا عمال اشوف السلبيات فقط. في كل مكان. تتعدى الموضوع ده ازاي? وعلى فكرة يا مش سهلة. ولكن فيه مثل بيقولك انه يعني الارض دايما احلى من ناحية التانية من السور. ولكن دي وجهة نظر او طريق التفكير معينة. ان انت مسلا عندك فيلا واحد صاحبك جنبه جنبك عنده فيلا تانية انت شايف ان الارض بتاعته او فيليته اكيد احلى من فيليتك. مسلا يعني. مسلا يعني فهم? او بيت او اي حاجة او عربية. او بلد. اكيد اللي عيشة برا في مكان تاني احلى. فهم? وانا في كندا. يا عايز اروح. عايز اروح في لوريدا. اكيد في لوريدا احلى. دبي اكيد احلى بكتير. كل الناس بتكلم على دبي. رحت دبي. يا لا او اي ايه ده? مش فهم? مش مص. لا برضو في برضو مشاكل هنا كتير. مشاكل في كل حتة. الحقيقة ان الارض خصبة اكتر في المكان اللي انت بتحصد فيه. او الارض خضرة اكتر في مكان ما انت تزرعها. هتحط ميا هتزرع احسن. في مكانك. وده اكبر درس اللي انا تعلمته في سن سبعة وتلاتين. ان بدل ما تحاول تطلع العيوب في كل حاجة. حاول تشوف الجمال في كل حاجة. حتى الحاجات الوحشة. يعني مسلا جو كندا. المطرة. لما انا بروح الشرق الاوسط او الخليج او مصر او. وطبعا دايما نفس الجو. على فكرة انت بتزهق. بتزهق ويوم ما تمطر بتبقى جو رومانسي كده شوية. فانا بحاول دلوقتي وصلت السن انا بحاول اعلم نفسي ان المطرة دي ممكن استغل لها ليا انا للمود بتاعي. لان لها مود معين. شغل مزيكة حلوة. وابتدي مثلا ايه? اركز على الكتاب اللي انا بحاول اكتبه. عن قصة حياتي. الحاجات بقى اللي انا ما طلعتاش خالص عالسوشيل ميديا بقى. الحاجات الظلمة بقى اللي ممكن واحد يقول عليها فضايح مسلا يعني او الغلاطات الكبيرة جدا او فهم حاجات زي كده اللي هي شكلت حياتي اه بالطريقة اللي حياتي طلعت بيها يعني. استغل الجو اللي هو ممكن تحس ان هو كئيب لنفسي. اللي هو استغل الجو ده للمود بتاعي. وطلع حتة حلوة من كتابها. ولحظت انت ممكن تعمل موضوع ده في كل حاجة. سواء انت في مصر ممكن تستغل حب الناس لاصدقائك. تبني علاقات كويسة. مصر على فاكرة فيها اماكن كتير انت ممكن تسفرها. تستمتع بالطبيعة بتاعتها. سينة. الساحل. آآ عين السخنة. وكندا يمكن ماشي. مفيش بحار وبتاعها وكل ده. ولكن في برضو حاجات تانية ايجابية عن مصر او عن دبي. فبس الفيديو مش مش جامد يعني بس حاجة تعلمتها ورسالة بسيطة جدا يعني. هي ان انت تحاول تستغل او تحاول تشوف الايجابيات في كل السلبيات اللي انت فيها. وحتى بيقول لك لما تمطر ارقص في المطرة. هتيجي تقول مسلا هنا في مصر الدنيا حر الدنيا زحمة. والله ممكن اوريك آآ دول جنب روسيا. ان انت لو شفتها هتقول اعوذ بالله. لك تاخد الزحمة والحر ده عليها اي يوم. اي يوم. اي يوم. يعني في اماكن في الدنيا كئيبة بشكل. يعني سيبك من كندا مثلا لا لا لا. بتكلم بقى اماكن لها جنب روسيا البينيا بقى او حتة اه حتة عميقة يعني في السوفيت يعني. في جنب روسيا يعني. مش قادر العب كمال اجسام او انافس في كمال اجسام تاني بسبب ظهري. حلو. عندي وقت اتفرغ للاونلاين كوتشنج. لليوتيوب. بتو شايفيني بعمل فيديوز كل يوم. عندي وقت انا اتفرغ برضو للكتاب اللي انا بكتبه. حلو. اشطى. شغال. الارض هتخضر مكان ما تسقيها. مش الناحة التانية. الارض مش خضرة الناحة التانية. الارض خضرة مكان ما تسقيها. بس. ودي الحاجة اللي انا اتعلمتها في سنة سبعة وتلاتين. ان انت تحاول على قد ما قدرى تشوف الايجابيات في الارض اللي انت فيها. وتسقيها. حاجة وحشة تشوف الحلوة فيها. وهو كل حاجة وحشة على فكرة فيها حلو. باي شكل ما. حتى لو حاجة بتمنعك انك تعمل حاجة اللي انت بتحبها حاجة حصلت لك. بتمنعك انك تعمل حاجة اللي انت عايز تعملها. هتديك وقت فراغة انك تعمل حاجة جديدة. ده فيديو النهاردة. اما بقى يا دور انت بجد عايز تعيش فين? عايش في كل مكان. هنا وهناك. ده فيديو النهاردة. ما نساش تعمل سبسكرايب برمج المخصصة. لينك سيجولك تحت في محتوى الفيديو. لو ما عندكش الابكانية انك تشتري عندك كتاب الوصفات ارخص بكتير تسعة عربعين دولار واه هيعجبك جدا. مية وصفة. ممكن انت تعمل بتاعك من نفسك. اعرف بس السعرات اللي انت محتاجة. كل المعلومات اللي انت محتاجة موجودة في الكتاب. ونشوفك ان شاء الله بكرة.